موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 2 لسن 8 يونت الثاني الدرس الثامن عنوان الدرس لتسنج فلنغني موجود بصفحة 36 من كتاب الطالب صفحة 34 من كتاب النشاط قبل ما نعدد الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمال الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميب فيديوهات دورة الخامس الابتدائي بصفحة 36 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة لتسنج فلنغني لسن بوينت ونغني استمع أشر وغني write the adjectives ثم مكتوب الصفات منطيني مقطع صوت على شكل أغنية وكاتب هذه الأغنية بأسفل الصفحة لكن النصوص ناقصة بها فراغات لازم أملي هذه الفراغات بالصفات اللي منطينيها بقى على الصفحة شون نمليها؟ نمليها من خلال المقطع الصوتي اللي هو عبارة عن أغنية لذلك رح نسمع المقطع الصوتي نملي الفراغات بالصفات اللي منطينيها هنا بقى على الصفحة وبعدها نعرف شين مطلوب حفظه من هذا النشاط خلنسمع المقطع الصوتي والشي Track 36 Unit 2, Lesson 8 Listen, Point and Sing Write the adjectives What are they like? Five big snakes went crawling up a tree They looked all around What did they see? They saw dangerous lions sleeping in the sun They saw friendly dolphins having fun Then they saw a monkey Intelligent but lazy Eating bananas One, two, three They saw a greedy mouse Eating lots of cheese They saw a gentle cat Sitting on my knees Then the snakes with sleep Be they curled up tight We'll leave them now And say good night What are they like? إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي اللي هو عبارة عن أغنية وحلين الفراغات اللي منطينيها بالنصوص من خلال الصفات اللي منطينيها بقى على الصفحة شين المطلوب حفظه من هذا النشاط هذا النشاط غير مهم بالامتحان التحريري لذلك ما رح نترجمه هذا فقط نشاط لتطوير مهارة الاستماع لدى الطلاب ننتقل إلى الصفحة الثانية من كتاب الطالب مكتوب Let's Play فلنلعب Choose a number اختار رقم and do the task وانجز المهمة هنا منطيني مجموعة من الرقم الطالب يختار رقم ويتبع الرقم لواني يوصل ويشوف شين كاتب لعبة الرسالة مثلا هنا أنا كاتب لسوري You lose two points خسارة نقطين وهنا أنا You win four points فزت بأربع نقاط وهكذا مع البقية هاي مجرد لعبة داخل الصف اللي همنه مو اللعبة اللي همنه الأسئلة اللي تحت هذه اللعبة أسئلة جدا مهمة بالامتحان الشفوي والامتحان التحريري عبارة عن مراجعة شاملة لجميع مواضيع اليونت الثاني لذلك راح محل الأسئلة وحاول التلميذ يكتبها بالدفتر ويحفظها لأن أسئلة جدا مهمة number one أولا what time is it ما الوقت منطيني 3.30 ادخذنا بالدروس السابقة بالدرس الأول من اليونت الثاني كيفية الإخبار عن الوقت وقلنا يجب أن نكتب الوقت كتابة وليس أرقام لذلك نقول إذا أريد أن أعبر عن الوقت it's 3.30 إنها الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة فيكون الجواب it's 3.30 إنها الثالثة وثلاثين دقيقة number two ثانيا answer the question with yes أجب على هذا السؤال بنعم بمطيك السؤال هو does she go shopping on Sunday هل تذهب إلى التسوق يوم الأحد فالطالب لازم يجاوب على هذا السؤال بيس نعرف أنه لا بدأ السؤال بفعل مساعد نجاوب عنا أما بيس أو نو وعرفنا الطريقة لشون نجاوب عليها هنا أنا أقول لك جاوب بيس فأقول yes وبعد اليس يجي الفاعل اللي هو she yes she زادن الفعل المساعد الفعل المساعد اللي سألني بيه هو does أقول yes she does يكون الجواب كامل بهذه الطريقة yes she does number three ثالثا change into question حول هذه الجملة إلى جملة السؤال mister haady cleans the cage on Tuesday السيد هادي ينظف القفص في يوم الثلاثاء هل أردت حولها إلى سؤال؟ بما أنه mister haady أعوض عنه بهي فالفعل المساعد المناسب لهذه الجملة هو does أقول does mister haady clean the cage on Tuesday؟ هل السيد هادي ينظف القفص في يوم الثلاثاء؟ صارت أعد جملة السؤال كاملة number four رابعا reorder the question أعد ترتيب السؤال and answer it ومن ثم أجب على السؤال هنا أنا عندي جملة مباثرة طلب من عندي نرتبها أخذنا بدروس سابقة أنه دار درتب الجملة أشوفها إذا كانت جملة استفهامية أو مثبتة بما أنه بيها علامة السؤال إذن ها جملة استفهامية أشونا نرتب الجملة استفهامية؟ أول شيء ذات السؤال اللي هي what بعدها الفعل المساعد اللي هي is what is بعدها الفاعل dolphin what is a dolphin زائدا التكملة like وبالأخير أحط علامة الاستفهام فأصير what is dolphin like كيف يبدو الدولفن ما هي صفحة الدولفن أريد جاوب على هذا السؤال لأن قل لي سوي لي سؤال وجاوبه شن صفحة الدولفن الدولفين صفحة إنه محب للعب playful حفظنا الحيوانات وكذلك صفاتها فالسؤال what is a dolphin like كيف يبدو الدولفن ما هي صفحة الدولفن جاوبت السؤال it is a playful إنه محب للعب ننظر 5 خامسا ننتقل إلى أسفل الصفحة complete the adjective أكمل الصفة التالية منطين الصفة بها حروف ناقصة هذا السؤال ملاعب يريدني أكملها شن الصفة اللي أقدرك أطلعها من هذه الكلمة اللي حروفها ناقصة صفة dangerous خطير فأكتبها بهذه الطريقة dangerous نمبر سيكس سادسا reorder the question and answer it كذلك أعد ترتيب السؤال وقم بالإجابة عليه بما أن السؤال أجيع أول شيء ذات السؤال اللي هي where بعدها الفل المساعد are بعدها الفاعل you where are you زادنا التكملة from where are you from من أين أنتو أضع علامة الإستفان بالأخير ورد جاوب على هذا السؤال I am from Iraq قلنا إذا سألني إليه الفاعل يصير I والآي تأخذ am I am from Iraq فالصير where are you from هو السؤال والجواب I am from Iraq أنا من العراق number seven سابعا make the sentence negative أجعل هذه الجملة negative نفي with not باستخدام not Mr. Hadi feeds the animals everyday هنا نذار دا أحول الجملة إلى من فيها أحتاج إلى فعل مساعد على موض أضيف للnot بما أن الفاعل Mr. Hadi أعوض عنه به أخلي بعده does Mr. Hadi does not feed the animals everyday فتكون الجملة بهذه الطريقة Mr. Hadi doesn't أو does not المختصر ما does not هي doesn't feed أحذف أس الشخص الثالث the animals everyday Mr. Hadi لا يطعم الحيوانات كل يوم number eight ثامنا what time is it ما الوقت ومنطين 9.15 أريد أخبر عن الوقت أقول it's 9.15 إنها ساعة 9 و 15 دقيقة فيكون جواب هذه الطريقة it's 9.15 إنها 9 و 15 دقيقة number nine تاسعا complete the verbs أكمل لإفعال التالية هنا منطيني فعليا حروف ناقصة شن اللي نقدر نطلع من هاي الكلمة الأولى الكلمة الأولى هو وهو الفعل wash يغسل حرف الأول a والثاني s يغسل أما الفعل الثاني هو cook يطبخ الحرفين هنا حرفي الأول فاكتبهن في هذه الطريقة wash و cook number ten عاشرا change into question حول الجملة إلى سؤال with when باستخدام العدات when Hana sees her friends on Friday Hana ترى أصدقائها يوم الجمعة إذا أردح حولها إلى سؤال باستخدام when إذا تذكرون ترتيب الجملة الاستفهامية باستخدام العدات when أول شيء when بعدها أما do أو does بما أنه Hana عاوض عنها بشي فأخلي لها does when does Hana زادا الفاعل اللي هي Hana فصير when does Hana واحدة فسي الشخص الثالث من الفعل when does Hana see her friends ما أخلي أون فرايدي ليش لأن وين معناها متى وانا دار سأل عن اليوم لذلك أحذف اليوم أقول متى ترى Hana أصدقائها وأخلي بالأخير عناب تستفهام فيكون الجواب هاي الطريقة when does Hana see her friends متى ترى Hana أصدقائها number eleven answer the question أجب على السؤال التالي what is a shark like كيف يبدو القرش هنا ما هي صفة القرش خدنا بدوره السابقة أن صفة القرش dangerous خطير لذلك أقول it is dangerous أنه خطير number twelve answer the question كذلك أجب على السؤال what time do you get up ما الوقت الذي تستيقظ فيه هنا أنا الطالب يجاوب عن نفسه بما أن نسأني لي you أقول I get up أنا أستيقظ مثلا at seven o'clock أو at seven thirty فأقول مثلا I get up at seven thirty أستيقظ الساعة السابعة وثلاثين دقيقة هذا ما يخص الصفحة الثانية من كتاب الطالب هذه الأسئلة جدا مهما نحاول نكتب أجوبتها بالدفتر ونحفظها لأن من الممكن يتجيني بالامتحان التحريري بسؤال القواعد أو من الممكن يستغل يسنى داخل الصف بالامتحان الشفوي ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين أي color the adjectives green for positive لون الصفات باللون الأخضر إذا كانت positive إيجابية and red for negative وحمراء إذا كانت سلبية فهنا أنا أشوف الصفة أخذنا الصفات وعرفنا الصفات السلبية والإيجابية فهنا أنا إذا كانت الصفة إيجابية ألونها باللون الأخضر وإذا كانت سلبية ألونها باللون الأحمر مثلا dangerous خطير هذه الصفة إيجابية أم سلبية positive أم negative أكيد هذه الصفة سلبية negative لذلك ألونها باللون الأحمر gentle معناها لطيف هذه الصفة positive لون negative إيجابية أم سلبية أكيد هذه الصفة إيجابية ألونها باللون الأخضر greedy greedy معناها جشع هذه الصفة إيجابية أم سلبية هذه الصفة سلبية اللونها باللون الأحمر lazy كسول هذه الصفة إيجابية أم سلبية Positive أم Negative أكيد هذا الصفة سلبية Intelligent ذكي إيجابية أم سلبية أكيد هذا الصفة إيجابية ألوانها باللون الأخضر Friendly ودود صفة إيجابية أم سلبية أكيد هذا الصفة إيجابية ألوانها باللون الأخضر Playful محب للعب إيجابية أم سلبية أكيد إيجابية ألوانها باللون الأخضر Social اجتماعي سلبية أم إيجابية أكيد هذا الصفة إيجابية لونها باللون الأخضر brave هاي صفة جديدة معناها الشجاع إيجابية أم سلبية هاي الصفة إيجابية لونها باللون الأخضر interesting ممتع أو مثير الاهتمام إيجابية أم سلبية أكيد صفة إيجابية لونها باللون الأخضر و helpful محب للمساعدة إيجابي أم سلبي أكيد صفة إيجابية لونها باللون الأخضر هذا مجرد نشاط صفي لتمييز بين الصفات السلبية والصفات الإيجابية ننتقل إلى تمرين B Read and correct the mistakes اقرأ وصحح الأخطاء هنا منطيني فد نص و B مجموعة من الأخطاء نقسم الأخطاء هنا إلى أخطاء خاصة بالverb بالأفعال منطيني عليها علامة V وأخطاء خاصة بالرونج سبيلنج بالأخطاء الملائية منطيها العلامة S P أخطاء متعلقة بالحروف الكبيرة مطيها العلامة C وأخطاء متعلقة بالword order اللي هو ترتيب الجملة ومطيها العلامة W O وأخطاء متعلقة بالمعنى Wrong word كلمة خاطئة ومطيها العلامة W W شين المطلوب من عندي You are going to help mark pupils homework سوف تساعد الأستاذ على تصحيح الواجب البيتي The teacher has put these corrections الأستاذ وضع هذه التصحيحات قلنا هاي مجرد عبارة عن تصحيحات ورموز لتصحيحات Mark next the mistakes بجانب كل خطأ Can you help correct the homework تقدر تصحح ذن الأخطاء Use these symbols استخدم هذه الرموز اللي طانيها فأشوف الخطأ إذا كان خطأ متعلق بالver أجر عليها دائرة هو جار عليها دوار الأخطاء وأنا فقط أصححها فمثلا There is over 400 spices of sharks هناك حوالي 400 نوع من القروش شن الخطأ بالجملة حاد دائرة على الإز شن الخطأ الخطأ هناك V Verb متعلق بالفعل هناك بما أنه Spices of sharks شاركس قروشة جمع ما يصير أخلي لها إز لذلك أقول There are فأصححها أخلي بدالها Are They are شوف هنا أنا بالجملة الثانية يقول They are ancient animals إنها حيوانات قديمة Some shark lived at the same time as dinosaurs بعض القروشة عاشت في نفس العصور التي عاشت فيها الديناسورات كذلك خال دائرة على الديناسورات وخال SP خنشوف الـ SP شنو Wrong spelling كلمة إملائها خاطئ الديناسور لا تكتب بهذه الطريقة تكتب بهذه الطريقة ديناسور معناها الديناسورات بعض القروشة خطيرة For example The great white shark على سبيل المثال القرش الأبيض العملاق جاء الخط على W شن الخطأ الخطأ علامة C شن الـ C Capital لتال لازم يكون حرف كبير ليش لأن هذا اسم نوع من أنواع القرش لذلك لازم يكتب بالحرف الكبير لذلك W لازم يكتب كبير وكذلك عن The tiger shark وكذلك قرش النمر نوع من أنواع القروش كذلك جار دائرة على حرف T لازم يكون بالحرف الكبير فالصير بهذه الطريقة بحرف الكبير لكن القروش العملاقة عادة ما تكون ليست خطيرة لكن القروش العملاقة عادة ما تكون ليست خطيرة نوع من أنواع القروشة نسمها نوع من أنواع القروشة هي الأكثر كسلا They move don't in cold water لا تتحرك في الطقس البارد فهنا نشوف جار خط على move don't شن الخطة W شن ال W Word order ترتيب الكلمات نعرف أنه الفعل المساعد يأتي قبل الفعل فأقول They don't move لا تتحرك in cold weather في الطقس البارد Sharks have no bones القروشة لا تملك عظام They have cartilage instead لديها الغضروف بذل من العظام cartilage lets them run more easily than bones هذا الغضروف يجعلها تركض بسهولة أكثر من العظام شن الخطأ بالجملة كلمة run نوع الخطأ W خلنا نجي نشوف شن الخطأ هذا wrong word كلمة خاطئة بذل من run القروشة تركض لا أكيد شن الكلام المناسب أكثر كلمة swim تسبح تسبح بسهولة أكثر من أن يكون لديها عظام هذا ما أخص تمرين بي مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرين What are the new words you know ما هي الكلمات الجديدة التي تتعلمتها Write six new words here اكتب ست كلمات هنا and remember them وحاول أن تتذكرهم مثل ما تعودنا بكل unit أن يجينا تمرين يقول لنا بي اكتب الكلمات الجديدة التي تتعلمتها من خلال unit هذا التمرين كذلك يحاول يذكرك بالكلمات الجديدة تعلمتها من خلال هذا unit حاول تكتب ست كلمات ما تتعرف معناها وتعلمت معناها من خلال اليونت الثاني فمثلا هناك تلميذ مخير يكتب الكلمات التي تتعلمها مثلا اختارت بي النحلة لدي بيرد الدعسوقة ليب يغادر كيج القفص انتليجنت ذكي ليزي كسول وهناك كثير من الكلمات التي تعلمناها بين خلال اليونت الثاني هذا كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرين دي تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري خصوصا بسؤال المفردات أما يجينا على شكل اسقاطات أو على شكل اختيارات إلى آخره فهنانا مثل الحزورة number one اولا this animal is very big fish هذا الحيوان هو عبارة عن سمكة كبيرة جدا it lives in the sea يعيش في البحر and it is very dangerous وهو خطير جدا what is it ما هو ما هو الحيوان الذي نتحدث عن أكيد بما أنه يعيش في البحر كبير جدا وخطير أكيد نتحدث عن القرش اللي هو shark القرش number two ثانيا these animals live together in colonies هذه الحيوانات تعيش سوية في المستعمرات there are more than twelve thousand types in the world هناك حوالي أكثر من اثنى عشر نوع حول العالم what are they ما هي هذه الحيوانات بما أنها تعيش في الكلونيز اللي هي المستعمرات نعرف أن اللي يعيش في المستعمرات هو النمل اللي هو ants number three ثالثا these have eight legs لديها ثمان أرجل and makes webs to catch insects وتصنع الشبكات لتمسك الحشرات what are they ما هي هذه الحيوانات أكيد يتحدث عن العنكبوت اللي هو spiders number four these insects are very helpful هذه الحشرات جدا محبة للمساعدة to human للبشر they make honey for us to eat تصنع العسل لنا لكي نأكله وتاري ما هي هذه الحشرات أكيد يقصد النحل اللي هو البيز هذا ما يخص تمرين دي تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري من الممكن يجيب لي أحد هذه الجمل ويخيرني بين اختيارين أو يطيني بها فراغ والكلمة المناسبة لها موجودة على تمرين على شكل اسقاط هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من الأسئلة المهمة بين امتحان التحريري والامتحان الشفوي وحليناها ونحاول نكتبها بالدفتر ونحفظها لأن الأسئلة جدا مهمة كذلك أخذنا تمرين دي اللي ممكن يجيب سؤال المفردات على شكل اسقاطات أو على شكل اختيارات عدى ذني بقية التمارين كلها تمارين للاطلاع غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو أضافة حبونا تقدموها تقدرون تتواصلوا على حسابات الموجودة معكم على الشاشة